السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد احبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم الله يتجلى في عهد الزلازل هذه الاحداث المؤلمة التي المت بمغربنا الحبيب والتي خلقت جوا من الخوف والذعر في بادي الامر انقلب الى جو من التضامن وجو من التآذر وجو من التكافل كل هذه الاحداث لعل متسائل يتسأل لماذا وقعت كل هذه الوقائع الجواب الله تعالى يتجلى ربك عز وجل سبحانه وتعالى عبر التاريخ البشري اذا اراد ان يتجلى لعباده اما يتجلى بالرحمات واما يتجلى بقوته وجبروته وقهره ولطالما تجلى ربنا علينا بالرحمات يا ما تنعمنا بنعم لا تعد ولا تحصى يا ما ربنا تجلى بالخير والبركة فله الحمد والشكر وهذه المرة الله تعالى تجلى بقهره وجبروته وكل ذلك خير هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن كل ما اصابه خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالله تعالى يريد من المؤمن اذا اعطاه النعيم واعطاه الخيرات عليه ان يأخذ جزاء الشاكرين فليشكر وليحمد الله لينال جزاء الشاكرين اما اذا شعر بالمصائب والويلات فعليه ان يصبر ليأخذ ثواب الصابرين وثواب الصابرين اكتر بكثير من ثواب الشاكرين لان الصابرين قال فيهم اربون عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الله يتجلى يتجلى وهو يعلمنا درسا في العقيدة الاسلامية وهو الايمان بالقضاء والقدر اننا نسلم ونفوض الامر لصاحب الامر ونرفع الرأي البيضاء هذا درس مهم في العقيدة يدوسه التلاميذ والطلاب ولكن الان كل الشعب تلقى هذا الدرس واخده بروح فيها المسئولية الايمان بالقضاء والقدر هو اول درس في دروس العقيدة ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره نؤمن بالقدر خيره وشره انك لا تسأل كيف جرى ولا لما جرى ولا ما السبب لا تسأل قل ما شاء الله كان وما لم يكن وربنا يتنزه في ملكه لان في هذه الظرفية كثر القيل والقال عن الاسباب هناك تحليلات علمية كثيرة عن اسباب هذا الزلزال هذه الصفائح وهذه الانفعالات داخل بطن الارض والتنبؤات بوجود زلازل واعصارات وتونامي كل هذا كلام به شيء من العلم وفيه شيء من الخيال وكثرة الشائعات بان هذه الاحداث هي من فعل فاعل ان جهات معينة يضربون صواريخ في البحر ويقع ارتجاجات وهذا مصطنع حشو كله ان يكون مصطنع البشر لا يقدر على هذه الامور هذه الامور هي من قدرة الله وحده لا الشريك له ربنا يقول في كتابه العزيز اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها بان ربك اوحى لها الله تعالى يوحي للارض اوحى لها بان تخرج قوتها لتظهر عظمة الله وقهر الله تعالى فهذا الامر هو بامر الله وهو يذكرنا بصورة مسغرة ليوم القيام والبعت والنشور نحن جميعا سوف نعيش هذا الاحداث كل الناس سوف يعيشون هذه الاحداث في يوم القيامة كما قال ربنا عز وجل يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت لما قال ان زلزلة الساعة شيء قريب يوم ترى كل مرضعة تذهل عما ارضعت وترى كل دات حمل حملها وتضع كل دات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا هذا كله كله من من المشاهد التي ربنا عز وجل يذكر بها يوم القيامة نعيشها وفيها يظهر عظمة الله وجلال الله وقوة الله المؤمن لا يفزع ولا يشعر بالخوف ابدا لانه يعلم بان سنة الابتلاء هي تربطه بعلاقاته بالدنيا نحن في هذه الدنيا تربطنا بها علاقة ابتلاء وتربطنا بالله علاقة عبودية واستسلام فالدنيا كما قال ربنا عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين نحن نحن الحمد لله نصبر وربنا يبشر وبشر الصابرين بشرهم بماذا بالخيرات والبركات التي تنتظرهم الصابر لا يفزع ولا يقول ترى فيه الهلع ابدا هذه الاحداث وقعت ترى المؤمنين ماذا يقولون لا اله الا الله لا اله الا الله تتزلزل الارض من تحت اقدامهم وكل رد فعلهم وانفعالهم هو تردد هذه الكلمة من طرف بعض الخبراء وبعض الخيالات كل هذا لا نسلم به ابدا نحن نسلم بان الوجود له رب له صانع له مدبر وكل ما وكل ما اكثرنا من ذكره واجعلنا لساننا يلهج بالثناء عليه لا نرى الا الخير الا الخير هذه اكيد ولو تكون احصائيات احصائيات تقوم بها منظمات عالمية بان هناك مجاعة هناك هناك غلاء هناك تقلبة في المناخ هناك ولو تكون دراسة علمية حقيقية مع كل هذا نحن نؤمن بان كل شيء ممكن ان يتغير في اي لحظة لماذا لان هذا الوجود له رب الوجود هذا الكون له مدبر الله تعالى من اسمائه الحسنى المدبر يدبر الامور فقط يريد منا ان نكثر من الذكر ومن صنائع معروف امرين اتنين ايوال احباب الكرام نقوم بهم وان شاء الله تعالى لن يصيبنا الا الخير الامر الاول وهو اننا نكثر من العبادة والذكر لانه هو الاساس الذي خلقنا من اجله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فعلينا ان نكثر من ذكر الله تعالى اذكار الصباح واذكار المساء واذا سمعنا النداء للصلاة حي على الصلاة حي على الفلح نقوم للصلاة نترك ما بين اين من اعمال واشغال وملاهي نقوم للصلاة هذا الامر الاول اذا قمنا به والله وبالله وتالله لا نخاف ابدا لن تشعر في قلبك بالداخل بذرة خوف واحدة الا من الله وحده لا شريك له لا تخاف لا من الالم ولا من الموت ولا من الهلاك ولا من الفقر ولا من الظلام ولا من المجهول ابدا ليس هناك درة خوف لنما كان هناك عمل يدخل الفرحة والسرور الى قلوب العباد نتصابق ذلك مبلغه من العلم ترجعون هذه قاعدة ونبلوكم بالشر والخير الفتنة ولن ترجعون لما ابتلنا الله هذه المرة بالشر ماذا رأى منا رأى معدنا طيبا صالحا عند المغاربة اجمعين معدنا طيب الحمد لله هذا ما شهدناه شهدنا الحمد لله روح المبادرة في كل شيء اول ما رأينا الناس يرفعون اكفة ضرع بالبار ويطلبون الله تلعفو والعافية والسلام لاخوانهم ثم رأينا الناس يهبون للتبرع بتحقن الدم حتى فاض الخير ثم رأينا الناس يهبون بالشاحنات ينقلون المواد الغدائية اشكال والوان ثم رأيناهم يحملون الاغطية والافرشة والخيام لاغاثة هؤلاء الناس المتدررين ثم رأينا التبرعات المالية في عدة مواطن الناس يساعدون هذا الصندوق الذي وضعه الدولة ورأينا الحمد لله السلطة العليا في البلد القائد الاعلى يأخذ البادرة يأخذ البادرة أولا بأن يتبرع هو بدمه رغم الظروف الصحية التي يمر بها شفاه الله تعالى ورأيناه ينتقل من الرباط إلى مراقش إلى المستشفى المركزي محمد السلطة من مراقش وقريب من مواقع الخطر ويترقب ويراقب المرضى ويصافحهم ويعزي الناس لعندهم مصابين يعني في جولة عظيمة ثم رأينا الحمد لله المساعدات التي بدأت تتدفق على المغرب من جهات متعددة ورأينا التدابير الملكية والحكومية على وجه سواء لإغاة وإعادة البناء والتأهيل ورأينا الشعب كله الحمد لله بجمعياته وأفراده ونسائه الكل يهب ماذا رأينا هذا رأينا الله يتجلى يتجلى رأينا الرحمات رأينا البركات رأينا التضامن رأينا التآذر رأينا التسامح والعالم الآن ينظر إلينا العالم يترقب يقول من هو هذا الشعب هذا الشعب الذي فيه هذه رغم الظروف المادية الصعبة عنده ومع ذلك استطاع أن أن يقوم بهذه الأعمال التضامنية هناك من بقي مشدوها هناك دول لها حسابات ضيقة نسأل الله أن يغفر لنا ولها بقيت مشدوها تنظر إلى ما وقع بالمغرب وصدق من قال بأن ما رأيناه هو عبارة عن مسيرة تضامنية خضراء جديدة المسيرة الخضراء مضفرة كان في 1975 في اتجاه أقالي من الجنوبية اليوم مسيرة خضراء مضفرة في اتجاه الحوز وما جاوره ورأينا كيف أن أزمة الكورونا التي ابتلنا بها الله تعالى أدخلتنا إلى بيوتنا ثم رأينا كيف أن أزمة الزلزال أخرجنا من بيوتنا وأخرجنا من أقاليمنا فكل هذه الأشياء إنما ربك يتجلى فلسفة هذه الأشياء كلها ربك يتجلى منسوب الإيمان صار قويا عند المؤمنين واليوم الجمعة اليوم هناك عدد كبير من الدوائر من أهل الدين يقيمون حفلة ترحم بعد سطل الجمعة أو بعد العصر في إدة جيات من المملكة الشريفة مجموعة من الصالحين من الذاكرين يقيمون خيام كبيرة يجمع فيها الفقهاء هناك من سوف يصلي الجمعة ووضعوا الإطعام الكسكس للجميع ثم قراءة السلك ثم قراءة الأمداح النبوية والهمزية والبردة والأذكار ثم الدعوات لهؤلاء فالمغرب كله صار مسجدا المغرب صار مسجدا الآن تذهب إلى المساجد تجدها مكتدة بالمصلين والنساء صرنا أكثر تدينا وبحثا عن الإيمان لما تراهن من يتنافسن في الخير كل هذا الحمد المسؤولون الكبار رأيناهم قدوة الجيش القوات كلها الدرك والأمن والسلطة المحلية والوقاية المدنية والقوات المساعدة كل القوات التي تشكل رمز الدولة كلها كذلك في المقدمة وفي الميدان ورأينا الحمد لله الأطقم الطبية ورأينا الأساتد الآن مع بداية المشوى التعليم تعليم معظم الدروس التي يقيمها الأساتد في المدارس وفي الجامعات تتحدث عن هذا الموضوع جميع رجال التعليم ونساء التعليم يؤثرون الطلبة والتلاميذ ويغرسون فيهم هذه القيم رأينا كذلك القضاة أول متبرعين هم القضاة تبرعوا بأجرة شهر وهكذا حتى رأينا الحمد لله العلماء في المساجد يقيمون الدروس وخطة بالجمع المنبرية ثم رأينا الإعلام الإعلام المغربي بكل أطيافه وبكل درجاته وبكل أشكاله انخرطا انخرطا واعيا مسؤولا لغرس هذه القيم فكل هذا نقول إن الله يتجلى فاللهم لك الحمد على كل حال ونعود بك من شر أهل النار اللهم يا رب اجعل ما وقع لنا آخر الأحزان واجعل بعده يا ربي الخيرات واجعل بعده البركات واجعل بعده الفتوحات واجعل بعده الإشراقات اللهم ارحم جميع موتانا وموت المسلمين اللهم ارحم ضحايا هذا الزلزال واجعلهم عندك شهداء واجعلهم عندك شفعاء واجعلهم عندك في أعلى إليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وزدنا يا ربنا من الخيرات ولا تنقصنا وأمطر علينا مطر الرحمة ربنا اسقي إبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما زلنا معكم أيها الأحباب الكرام نواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكلمات اللحظة من الرباط معنا للا خديجة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليك عنك سلام عليك عنك هدايا لذلك لبس بنت بارك الله فيك هدايا أصحيح عني الحمد والله بنت بارك الله فيك بدار الوليودات والخز كل شيء بخير بنتي بارك الله فيك الله يرحم الوالدة والوالد الله يرحم powers الله أنر منقام مفات يوم الجمعة إن شاء الله ما قام الآن بيحد أنر y ins 경우에는 من سات الجمعة. حافظك الله. الله يقول لك العمراء عني والله يسهل عليك والله يحفظ لك وليداتك. الله يحفظهم والله ينبتهم ان شاء الله انا بسان حسانة. يا ربي. كنت احنا انا هنا في الرباط انا هنا في الرباط. اذا كنت الساعة بنتي كنتي ناسا ولا كنتي مازال فيقة? بش عارتي. انا كنتي عمي فيقة كنتم تكلمت حيث كنتم نظمها عادية تزوج. ايا? من الموحنية سامك انت من عائلها كانت كنت يجرب صامنا هتر انا هنا و كنت زدتيني في انا في ديوم ما كانت زدتيني فيا انا هتر و Ashوia هتستنشزع اه شي كيت فزيبية و هذا ما عمينا ما كانتوش مزيان والو و اهتنك فوق عما كانتوش. الله يشافح ابدي. و شوها قوة متتالي انا عسو كان لحيتان بقالي هادك زندلة كانت اكد كي تقود فيه مراكنا مشي اكام ركينش كافتان. كان في كاي لا نفيد شي نا نزيد وانا نضيف علeterm remarkable وحيت جعلي واش Dhaka اغتدد koyan انrise أغتده تغتدأ نعم وانر سDad كاي سددعي اغتد نفet اغتد ما يعني تس ia ما في الري junto ونعم بله ونعم بله ونعم بله الاموات اللي يناتو. يا ربي. والله يرحمهم. والله يجعلهم ان شاء الله سهضع عن تربي. يا كريم. واللي يعمل ساكن في المشتشفى نتمنى ولي والشيفة. يا ربي. عن سيد ربي الحبيب. وهذه المحسنين اللي كي يتبرعوا. الله يسهل علي وما الله يجعل سيد ربي تقبل انا في ميزة للحسنات. وفيد ما الله ينفره. الله مأمين. الله تولي الى عمر. الله يعطى امي ما يتمنى الله وضع الهاتف كل شيء يسعى الله في جزر الحسنات. الله يرحمي لك الواليد. ما نعمل مريضة ثانية. ما عندنا عميلة دوالة والو. الله عميلة بحلقة حد مريضة عميلة ثانية. ما مسل قد تعمل شيضا. بحلقة الطواردة تخليفها حد تعمل. ما انا قدرس بتخلي عميل والو. الله عميلة الماء ما قم فربوش هنا يا. الله يشافك ابنتي. الله يشافك ابنتي خديجة. دب انت عاون تواصل معك ابنتي. غير خليك مع المجموعة دي الجواد دي المكفوفين. خلي دي فيديو دي لك في القناة دي لهم شجرة امال المكفوفين وان شاء الله تعالى ربي غير يستخلك الامر. غير يستخلك الامر ان شاء الله وممكن ندبر واحد لقاء لالالالاج النفسي ر опер بسيط جدا بعد عدد دي الناس اللي هما يتعرضوا للواحد الهزة نفسية واخصوم وحد مواكبة خصوصا ضحايا الزلزل. وكان اقول بان الطب النفسي في بلادنا خاصة بازالي طوار وخصوي كتر لكن ممكن قلوا واحد المسألة بسيطة باش تاخد التوازن النفسي دائما هو ان تكتر من كلمة لا اله الا الله وانت كتقولها الجهاز النفسي ديالك يستقين ويتقوى ويتمدد وكيوقع ما يسمى كيوقع الاتصال بينك وبين العظم الالهية وانت تقول لا اله الا الله اش كيوقع ديالك الساعة ديالك الساعة نفسية ديالك كتصعد الى بارئها وتستمد منه الانوار وانت تكرر هذه الكلمة لا اله الا الله مرارا وتكرارا اش كيوقع كيوقع لك واحد المدد 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 حتى بقى تقولها قال لك العلماء بقى تقولها حتى تشعر بان قلبك انت كتسكت باللسان وقلبك يرددها لدرجة انك واحد طريقة من طرق المعروفة هي صوفية تسمى النقشة بندية معروفة فلسفتها أنك تعلم الموردين يقول هذه الكلمة لا إله صمتا حتى تنقش في القلب سموها النقشة بندية هذا كلام فيها لها ما لها وعليها ما عليها لكن الشاهد عندنا أننا نكتر من كلمة لا إله إلا الله قولها في كل وقت وحيم عمر الأمراض النفسية ما تضربك لا خوف ولا هلع ولا ندم على الماضي ولا خوف من المستقبل ولا هواجس أبدا كلمة لا إله إلا الله علاج كتزدع لها واحدة الآية القرآنية ترددها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز كي أعطيك الله تعالى خمسة دي النعم الله لطيف كي أعطيك اللطف لألطاف الإلهية كالضور بك وانت غادف طريق لألطاف الإلهية وانت نائم في الفراش ديالك لألطاف الإلهية وانت طالع في الدروج لألطاف الإلهية وانت وسط الخطر زلزال ولا بركان ولا حوادث لألطاف الإلهية الله لطيف بعباده كي أعطيك الله العبودية كتشعر بالعبودية لله كتشعر بأنك عبد صادق لله يرزق من يشاء الرزق عما الرزق من يخطاك الرزق هوك يقلب عليك لأن الرزق نوعين رزق تأتي إليه ورزق يأتي إليك والناس يفكروا غير بالرزق الذي يأتون إليه قد يقلب عليك ينسوا بأنك رزق تعني وضعه الله تعالى الرزق ذو القوة المتين رزقك يبحث عليك هذه الآية لقلتها الرزق ديالك هوك يقلب عليك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز كاتك الله القوة وكاتك الله العزة القوة يعني ما كش حاجة تخوفك أو تجعزك أو تطعفك والعزة ما كش هو واحدك يحقر عليك ولا يقدر يسوي إلى كرامتك كاتك الله المحبة والمودة هذه الآية هذي فيها أسرار ربانية إليه ردد الإنسان ما يمرض نفسي ما يوقع لبيه خوف غير يشعر بأنه في أنس مع الله تعالى لأن الفلسفة دي الوجود كلها لا تلخص في كون أن الله يتجلى كيلك يباليه النور الإلهي وكيلك ما زال عنده الحجب كيلك ما زال عنده الأسطار بينه بن نور الإلهي النور الإلهي باش يكشف الله عننا الأسطار الإنسان علمنا الله قال لنا أسجد واقترب أسجد واقترب أنك كتكتر من السجود وكتكتر من الله تعالى وسوف ترى العجب العجب العجاب الخيرات والبركات والعظمة بل الجنة يقل ومن دونهما جنتان قالوا قالوا العلماء الله تعالى عنده جنتين جنة في السماء تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها كل يوم كتقول يا ربي أقمي الساعة أقمي الساعة إني اشتقت لزواري وجنة أخرى فوق الأرض هذه الجنة الثانية فوق الأرض فين كينا في نيويورك في بريكسيل في لاس فيغاس في نيو ديلهي في لوندغ فين كينا هذه الجنة الثانية كيقلبوا عليها الناس جميع الأدين كيقلبوا عليها اليهود والنصارى والهندوس والبوديين والمسلمين كيقلبوا عليها هذه الجنة فوق الأرض فين كينا إنها توجد في قلبي كل مؤمن في قلبي كل مؤمن هناك جنة متحة وتقلب عليها في القصور وتقلب عليها في المنتجة السياحية وتقلب عليها في مواطن الثراء تقلب عليها في صدرك في قلبك هناك جنة أعضها الله تعالى وقال العلماء لا يدخل الجنة التي في السماء إلا بعد أن تدخل إلى الجنة التي في صدرك ستدخلها هي اللولى وكما قال الله تعالى إخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى قالها لسيدنا موسى ما معنى إخلعنا عليك يعني تواضع لله خليك دائما متواضع لله منكسر بين يدي مولاك إخلعنا عليك حيد عليك الكبرياء حيد عليك الخيالاء قل أنا عبد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال الإسراء والمعراج جا عنده الجبريل قال ربك أراد أن يجعلك إما ملك النبي أو عبد النبي ما تختار يا محمد فقال أريد أن أكون عبدا نبي أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر فنزل قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده بعبده ليلة فهذه إشارة خفيفة باش إن شاء الله تعالى نحفظه وحد التماسك النفسي أكيد أن هذه الهزات الأرضية وهذه الأحداث المؤلمة خلت بعض الناس يشعر بوحد الخوف والهلع ولكن الشي كله رأى علاجه بالإيمان علاجه بالذكر علاجه بالعبادة علاجه بمخالطة الصالحين أسأل الله تعالى أن يشافي الجميع ببركة النبي الشفيع اللهم أمين يا أكرم الأكرمين نتحول من الرباط إلى ورززات معنا للا أمينة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يتسابنا يا عم الله وبركاته يا رب يا رب يا كريم يا ربي يا رب يا رب أمينة كريبة إذا لم يكن تسمى لا نعم بنتي أمينة الصوت ما كنت تسمى مزيان غيري المكان ديالك أمينة كريبة هيا كنسمعك أبنتي يا مرحبا نحن طلب واحد المساعدة ذلك هي ناس من المتالي من جامعة السيد الحسين أي من المتالي من جامعة السيد الحسين دوار قنين أي ببركة كبتة في المكانة الخروة الاتيوبيارات في المكانة الناس الله لا لا هلا وصف ما وصف لهم مش مساعدة لا تحاجة عيطوا لي أولاد عماني أولاد أخوالي قالت لها هلا هلا ناسر أراب ناسر أراب ناسر أراب ناسر أراب ناسر أراب لا لا أمينة عاودي ذكرني بسمية بالمنطقة سيد الحسين نعم دائرة تاليبين نعم دوار قنين وخلال بإذن الله بإذن الله تعالى هاد ساعة القوافل تسير في جميع الاتجاهات المغربية القوافل تسير وهاد هاد البيكند هاد السبت وحد هاد إن شاء الله غتمشي مجموعة قوافل غتمشي للنواحد للحوز غتمشي للشيشاواء غتمشي لإيمنتانوت غتمشي للتارودانت غتمشي للهوارة وقال الأماكن اللي وقع فيها هاد الأحداث وغادي مجموعة القوافل كتيرا جاي من جميع أنحاء المملكة جاي من الجنوب الأقاليم الصحراوية جاي من الشمال جاي من ضربدة ومجاورها وإن شاء الله كنقول الأحباب الكرام نكون هذا النداء يوصل للناس اللي غانين بالمساعدات أنهم يزوروا هاد المنطقة جماعة سيد حسين جماعة سيد حسين دائرة تلوين دائرة تلوين دوار جليم دوار جليم دوار جليم كين الدوائر اللي القاتل فائد دي المساعدات وطبعا ربما بعض الدوائر الناس ربما إما تجهلوها أو معرفوها شفين كينها أو لأسباب معينة فهدي مناسبة أي دوار لقينا بأنه بقي ما استفلش من الخير والناس موصلوش له يتوصلوا معنا الأهل دياله وإحنا غنوجهوا النداء لهذا القوافل وهذا القوافل إن شاء الله غتمشي العين المكان هما الآن يقلبوا ركيت وصلوا معنا بعض الأحيب يقولك فين المكان اللي يبقى يقول هذا المكان في الفائد هذا المكان في الفائد والمكان والخير موجود وحتى دابا الآن يقلبوا على فين يخزنوه لأن ذاك الخير اللي يبقى غدا يفسد وحد العداد دي الأطعيمة والأشريبات والمشروبات وغيرها غدا تفسد لأنها غدا تفض الصلاحية ديالها دابا لكي ألقعوا الأزمة فين يخزنوها خزم تلاجات كبار خزم أماكن ديال التبريد فلهذا أي مكان باقي ما وصل له والو احنا يتصلوا بنا في الإذاعة وحنا غا نوجه النداء لهذه الجهات كين جهات حكومية كين جهات ديال الجمعية المجتمع المدني كين ناس اللي هم هي بوسطة ناس من من منطقة أنفسهم متابعين تشيجها معينة هما كيدرو هدل روح المبادرة كيدرو صناعي المعروف فهم ما غلي يسمعوا وغلي توجهوا لهذا المكان فكين عاود نذكر جماعة سيد حسين دائرة تاليوين دوار قليم إلا كان ممكن الأحب الكرام يتوجهوا بشاحنة ديالهم فالتجاه هذا ويعطوا نصيبا من هذه الخيرات لسكنة هذه الدواوير المكلومة وجزاكم الله ألف ألف خير ونواصل أيها الأحباب الكرام واللحظة عن تحولوا من ورزازات سنمشوا إلى إقليم شمائية معنا السهيشام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله أخوي وبرك الله فيك وحافظك الله ورعاك وشدد على طريق الحق الخطانة وخطاك الله يرحمك الوالدين والإسلام ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يرحم أولئك الشهداء وهم شهداء عند ربهم يرزقون يا رب يا رب أولت منه وإنساء الله تعالى هذا المرضى الله يشافيهم ويعافيهم ويفؤليهم والحمد لله إذا أحب الله عبدا امتلا إذا أحب الله عبدا فتلقوا الحقوة لي في الحوز إذا داقت في الدنيا ففكر في ألم نصرح فعصر بين يصرين ما زاء ما زاء تذكره ما تفرح بيالذي يسمى الحياة الحمد لله ربما ربما يدد ذلزال يكون في خلب هذا العباد ما يفعل ربنا إلا خير ولا الحمد فصراحة الأمت طيب من الجلزال كنت أمت طيب الغل وما هو أحد في خالف الرباص بطعان دموخ بطعدنا حين إيدينا أمت طيب جاهز لهم تاعي قيام فتا أمت طيب مع ذلك الهول وذلك الرعب والله العادين هنا ما نستنتج أن الإنسان ضعيف والحمد لله أمت طيب هنا ردارنا الدعاء نجندنا في قناة تجرة خلال المكفوفين ودرنا الله يفعمل طيب رغم إحنا مكفوفين ودعينا معهم وورينا الإخوان كيف مكفوفين تستقبلها وكيف أشخصون منه وعملت طيب الثمينة والإخوان داخل القناة تجرت خلال المكفوفين ومعي واحد الأخوة من الحوزة عمي طيب أتكلم معك عمي طيب مرحباً أهلا وسهلاً معك سليم شكرك بعدها والله يخلي لك الوليدات والله يخلي لك مولادات والله يخلي لك معز عليك والله يأتيك الجنب فردو في العلارة ولي كانت ترعيد وراني راه مظلومة ومقهورة اللي بارح تخليك راه المقدمة يخلي التحاجات وصنى وصنى وصبح علي اليومة قال لواحد كانت خارجة أنا كانت بره وصيفت واحد البنت قال لها حينت ما تنعرفه وقال لها ما تقولش لها أفلان قال لها سير قولي لها واحد الرجل كيت سنك في البن من لي جيت أنا كان جرياً عرفته بصوته عرفته قلت لي السلام عليكم كديراً فلانا مولاد الدار قال لي أشكون مولاد الدار قلت لي عنا ماشي انت فلان قلت لي عنا ماشي انت فاعد قلت لي عنا ماشي فاعد أنا واحد الراجل آخر ومن يدخل الدار أنا كانت بينخرجه وكيد حيني قال لي لاش تتلايف لي دعو تقولي لي ومرا المقدمة لما تخلي التحاجات وصنى وانا مكنش بينخرج معي صراحة ما قلت الحاجة تحاجة البارح فعلاً أي حاجة باش يجي عندي وشوف الحج يالي رايب وخابنتي ان شاء الله تعالى هذه الأحداث توقعها استثنائية جداً لأن الواضح هو أن الكل مجند من أجل الدعم الكل تحت القيادة السامي صاحب الجلالة جميع رجال السلطة وأعوان السلطة الكل مجند للخدمة إلا وقعتش حاجة استثنائية هكذا كنت منهم ان شاء الله تعالى ربما يقع سوت فهم سوت فهم وان شاء الله تعالى نجاوزوه نجاوزوه بكل أريحية ولكن هذا السيد المقدم أعوان السلطة في الاستماع نقول لها مولاي الله يجازك بألف خير رأى انتما عندكم واحد المهمة سامية وكبيرة جداً انتما هما الصلة المباشرة مع المواطنين صلة الدولة مع المواطنين هي من طرف أعوان السلطة فكنت طلب منك الله يجازك بألف خير تأخذ بيدها السيدة وبغيرهم وحاول تيست الأمور ولو قع سوت فهم نتجاوز لا نحكر والله أربي بارك لك ونطلب الله تعالى الخير يعمى على الجميع الخير يعمى على الجميع ولا إله إلا الله الله رقيب من هذا الحدث المؤلم أننا نكون أكثر زهداً في الدنيا لأن الدنيا ما كانت سواله في أي لحظة ممكن الإنسان يفقد كل شيء فالإنسان ما يبقاش دائماً أن يكون عنيث المعاملة دياله أو غريض الطباع يكون فيه رفق رفقاً رفقاً بالناس نرفق بعضنا ببعض نلتمس الأعذار للآخرين نقول ربما أنه مفهمش الرسالة ديالي ربما لم يستوعب المقصود الحقيقي ربما وقع سوت فهم ديما القى القى العذر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إلتمس لأخيك سبعين عذراً وإن شاء الله تعالى الخير كله غير مع الدوابير إحنا المطلوب مننا داخل الإدعاء أي دوار في أي منطقة عنده خصاص محتاج للمساعدة ما علي إلا يتصل بنا وإحنا غن نوجه النداء للجهات المعنية والجهات المعنية سوف تهب لأن الخير موجود بل فائض وربما غد يخسر لأنه وقع التراكم دياله ومدة صلاحة يديره محدودة وخصلها بدا يستهلك فاللي محتاج أي دوار من الدواوير محتاجها تقول النداء ديالها وإحنا نوجه القوافل اللي غادية وعدنا اتصالات مع واحد مجموعة منهم مباشرة كنقول دوز الفولان في الاتجاه الآخر وكي يمشيه فرحان فرحان جداً وكان حييهو الناس دياله طغوت اللي داروا تسهيلات الناس دياله المكالمات الهاتفية الشركة داروا تسهيلات الكل منخارط طبعاً هتوقع بعض مرات من حكروش عليها نتجاوزوها لأن هذه قافلة ديال الخير تعم هذه مسيرة خضراء مضفرة ربنا عز وجل جعلها مسيرة ثانية كيكتب المغرب الآن تاريخ دياله المغرب الآن يكتب تاريخه بمداد الفخر والاعتزاز غادي يجاو الأحفاد ديالنا فيما بعد وغادي يقرأوا التاريخ دياله الحقبة وغادي القو بأنه فعلاً أننا كتبنا تاريخاً يستحق الفخر والاعتزاز نبغي كنا نبقى غادي في الاتجاه من في سجد الفرحة ديالنا ونزيد إن شاء الله في المدد وربي غادي بارك لنا ومن سوش أيها الأحبة الكرام هذه الجمعة المعظمة هو يوم الترحم على الشهداء نترحم عليهم وعلى جميع المؤمنين رأى الشهداء في قبورهم يوم الجمعة وجميع الأموات يمدون أيديهم كي يقولوا يا ربي الأحياء الأحياء مين سنوش من الدعاء وإحنا ما زلنا أحياء هذه نعمة من عند الله لنرفع أكفة الدراعة إلى الباري تعالى ونقول اللهم يا أكرم الأكرمين يا من كتب على نفسه الرحمة يا لطيفا بعباده اللهم ارحم جميع الشهداء اللهم ارحم جميع الضحايا اللهم ارحم جميع الأموات اللهم اجعلهم في قبورهم آمنين مطمئنين اللهم اسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم مزارا للملائكة اللهم اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين يا ربي جميع المصابين والمجروحين والمرضى اللهم اشفيهم وعافهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما ولا يبقي ألم اللهم يا ربي وبارك في جهود كل من يساهم في الخير يا ربي هذه صنائع المعروف يبدلها عبادك المؤمنون ولا يغفى عليك شيء من أمرهم اللهم تقبل من الجميع اللهم بارك في الجميع اللهم يسر للجميع اللهم يا ربي وضع في الحسنات واغفر الدنوب والزلات انك سميع قريب مجيب الدعاء واحفظ هذا البلد الأميم احفظ بلادنا المغرب من الزلازل احفظه من الأوبئة احفظه من الجفاف احفظه من الغلاء احفظه يا ربي من الفتن ما ظهر منها وما بطن يحفظ بلاد المغرب بما حفظت به الكعبة المشرفة يحفظه بما حفظت به بلاد الحرمين يا ربي يا كريم قلت وقولك الحق فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا ربي احفظ هذا البلد وسائل بلد المسلمين سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة للملك محمد السليس اللهم شافيه وعافيه وتقبل منه يا رب هذه الخيرات وهذه البركات وارزقه المدد وارزقه القوة وارزقه يا رب طول العمر ووفقه يا رب لإعادة البناء وإعادة التعمير وإعادة التأهيل وإلى القيادة الرشيدة التي تحملنا إلى بر الأمان وبارك يا ربنا في جهود الحكومة وجهود العاملين أجمعين إنك سميع قريب مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين